أشار العالم الجيولوجي الهولندي فرانك هوجربيتس إلى أن نهاية الشهر الثاني الحالي بالإضافة إلى مطلع الأسبوع الأول من الشهر الثالث القادم ستشهد أنشطة زلزالية وقد تحصل في منطقة الصدع الزلزالي جنوب تركيا وفي المنطقة بين البحر الميت جنوباً حتى لواء الإسكندرونا شمالاً أي نفس أماكن حدوث الموجة الزلزالية الأخيرة هذا وقد اعتبر أن يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي سيكونان نشيطين لكن بدرجة ليست كبيرة بينما بداية الشهر القادم ستكون حرجة وأطلق هذه التنبؤات عبر حسابه في تويتر والذي أعاد التغريدة بفيديو من حساب الهيئة التي يعمل بها SSJ هذا وكان فيديو سابق لهوجربيتس قد سبب الكثير من التفاعل والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً في تركيا والدول العربية بعد توقعه زلزال تركيا قبل حدوثه بثلاثة أيام وقد وقع يوم السادس من الشهر الجاري بقوة 7.8 درجات وتلاه زلزال آخر بقوة 7.7 زاد الجدل بعدما تنبأ بحدوث زلزال في تاجكستان وهذا ما وقع بعدها بأيام وأصبح يتابعه الملايين من الأشخاص حول العالم وبشكل خاص بالشرق الأوسط قال التلفزيون المركزي في الصين CCTV أن الزلزال في تاجكستان سجل 7.2 درجات على مقياس رختر وعلى عمق 10 كيلومترات كما أوردت شبكات الزلازل في الصين وذلك بعد انتصاف الليل ب37 دقيقة بتوقيت جرينيتش تقريباً هذا العالم المثير للجدل بدأ اسمه يظهر للعلن بعد توقعه زلزالاً في نيبال والذي وقع حينها وسجل 7.8 درجات كما إنه توقع بعدها زلزالاً آخر بين 20 و22 من الشهر ووقع هذا مساء الاثنين يوم عشرين في لواء الاسكندرون بقوة 6.4 درجات وقد وصل الشعور به إلى معظم بلدان بلاد الشام ولزال الكثير من النقاد والجمهور يهاجمون هذه التوقعات حيث يقولون إنه لا توجد طريقة علمية مثبتة لتوقع الزلازل وهذا ما يؤكده فرانك هوجربيتس بنفسه إذ يقول أن هذه التوقعات لن تصيب بنسبة 100% لكنه يعتمد على ربط مناطق النشاط الزلزالي مع حركة الأقمار والكواكب في النظام الشمسي وذلك من أجل توقع النشاطات الزلزالية وهذا ما يعتبره هو ناجحاً معه حتى اللحظة بشكل كبير ولذلك هناك الكثير من الناس يصدقون ما يقوله هذا العالم مما يزيد من نسبة الجدل اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول ترجمة نانسي قنقر